اليوم أكلتنا غير أنا بالنسبة لي من أكلاتي المفضل اللي أحبها كل شي هوية هي مثل ما شايفين مكوناتها أكو بيها بيتنجان طماطع وفلفل ولحم ويمكن يسموها مثلا نحن بالعراق نسميها تبسي بيتنجان ببعض البلدان يسموها مسقعة بيتنجان وأكيد إلها مسميات ثانية قلولي قلولي عليها بعدين مكوناتها كلش سهلة تعتبر من أكلات السريعة والسهلة إذا تكون مواد الأولية موالتها يعني اليوم رح أسويها بطريقة أنه ألف البيتنجان واللحم وأكو ممكن خلوها اللحم مفروم حسب ما كل إنسان وكل أحد شون يفضلها أسا خبطنا اللحم والبهارات أكيد حسب ما أنتو شون تحبوا هسا رح نسويها كأنه أصابع بالطول نجيب صحن ليتش نكون خلصنا أتوقع العدد لأن أنا سويته هواية ورا ما سخن الزيت مثل ما شايفين رح نبلش نقلي الكفتة اللي سويناها إحنا طبعاً هاي الأكلة ليش سريعة لأنه كل شيء يتحضر قبل أن تحطوه بالفرن بيتنجان يتقلّر اللحم مثل ما شايفين نحمسه ونسوي يعني فشيء بسيط نخليه بالفرن تتبر بالأكلات السريعة لتلأمر طبعاً أنا عندي البيتنجان من أطيب الخضرة والصدق أحبها ما يعلم أني من شنت صغيرة أبداً ما شنت أحبها يعني مستحيش تأكل بيتنجان بس كبرت ندمت على السريعة اللي راحت هذا رح يكون شكله بهالشكل ويجازم أخسل إيدي يكون هيتشي هس أروح أخسل إيدي وأرجع لكم وحس أخصت الدقيقتين هنحط الثوم تذكرون البقاء هو أنا حاطيت ثلاثة روز ثوم ما يعني يا حار يا بارد أرجع أحط مكائبات مرقة الدجاج حسب أكيد أكوناس تحط أكوناس لا هاي أنا الطريقة اللي أنا أحبها أرجع لكم أنا مو شيف أنا دس أداء أشاركم الأكلات اللي أنا أسويها بالبيت خليناها بهالطريقة مثل ما شايفين ممكن تحطون فلفل أخضر أكيد ممكن تقلو أو ممكن لا أنا لأنه قصتهم رفيع حقليكم وحدة هالطريقة نكون خلصنا حسنو كان حطها بالفرن تقريباً 15 مينت على نار وسط ونحطوها على الجهتين يعني الفوق والجوة السنوبر متخلو دائماً نقلبوه رأسان لأنه سرعة يحمر يكون سنوبر جهز أسبقاً ننتظر البيتنجان تقريباً بعد 15 مينت ونشوف النتيجة وهسا رح أنتظر تقريباً 15 دقيقة لحما يستوي البيتنجان الروز جاهز I can't wait أتوقع الأكلة خلصت حسن لأن الريحة وصلت وخلصت تقريباً 20 مينت نظفت آني كل شيء وهسا بوقع أطلع الأكلة وأحطها في صحن ستكون تبسي بيتنجا معتنا أو مسقعة خلصت بس رح أحطها السوية رز أوردي أنا طبخة رز هنجيب صحن طبعاً المسقعة شو نسوي نزينها آخر شي نزينها قبل ما نحط كي تشي كطبق يكون جهز وصار جاهز ما قدر أشيلكم يا بس أسا ححط لكم التمن وشون آني آكلة صارت جاهزة حموت وأجرونها طعم رهيب نازم لجرموها ويقولوني شنو رأيكم